السلام عليكم واشرائكم اتمنى تكونوا كما بصحة جيدة يا رب العالمين نهار جديد فيديو جديد ان شاء الله هذا الفيديو كما قلتكم تلقاكم باحسن الاحوال يا رب العالمين وكي قبل ما نبدأ في الفيديو كما العادة والعوايد نقول لكم نصلي ونسلموا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام كما تشوفوا اليوم هنا كنا بدين نهارنا بالنشاط بالحيوية باللهوان نقيت على الصباح بكري هكذا يا وكان الحال مغيم مشيش باب صح قلت صباح لازم الواحد ينحي شوية هذاك الريحة اللي نقوها صباح وكلش باش الواحد يحل هكا التوقي يدخلنا الرباح يدخلنا لهواننا قيل الله الله والا هكا نفوت كامل عدار شوية 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 ان بعد نروحوا كيف كيف للكوزينا باش نكملوا نهارنا ان شاء الله كيف كيف ما تنساوش خياتي اللي مازال ماشي مشاركة في القناة نقولها وشاكوا تستنوا ودعمونا شوية اشتراك وجام وهكا باش تكبل القناة تانا وتكبلها الى تانا ان شاء الله كيف كيف ونقول لكم يعطيكم صحة اللي راهم ديجا هنا في القناة مساعديني ومساعديني مع اللوه الكامل والاخرين نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا لقنات قناتكم ان شاء الله تلقوا فيها اللي يعجبكم وتستفادوا منها اللي بتو حادة ملتقى اللي كيف كيف تحضر اسرنته اللي كيف تحضر ملتقى القناة كما تعرفوا كامل كما تعرفوا كامل فتنا برك خفيف خفيف دوكو جيته هنا باش ندير شوية فطور هناك شوية بروكولي درته يفور باش ندير به السلطة برك بعلى فينيغات مدرت له حتى حاجة وهناك انا عندي هاد البواصن هادا قلت نحيه تانيه شوية بصل ملتحت شوية زعيت راوروند اما لزيبيس الواحد حر وش يدير انا درت برك فلفل كحل شوية ثوم بودرة مع ملح ونحطو فلفوع باش يطيب هكذاك فلفوع يجي صحي يجي بنين وينحيلك حيرة باش ندير الفطور تاعك لولادك ان شاء الله انا على بركة الله نبدأ في تحضير البيتزا تاعنا بعد ما درت البواصن تاعي في الفوق باش يطيب انا ديت كاس تاحلي بيكون دافي ربع كاس تاع زيت نباتي ولا زيت زيتون انتم وما حبيتو هنا مغير فتع خمية الخبز ومغير فتع السكر نخلطو مغير شوية هكذاك ونزيدو مباشرة الفارينة وما تنسوش مغير فة صغيرة تاع الملح انا زيتها مباشرة في الفارينة هنا بساعدتو متقدرو تزيدوها تدعك تموه في الخليط الاول انا نسيتها في سابرك لازم نزيدو حبة بيض انا ما زيتهاش ونزيدها امباد قبل ما نكملت شوفوها معايا بس كنت نسيتها ولا نخلطو هكذا الفارينة شوية شوية حتان نتحصلوا على عادينا تكون متلاسقاء بساعد طرية موسيقى 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 هنا كما تشوفو راني زيت حبة بيض هذيك اللي نسيتها زي ما قدرت غير البيض والصافار خليته باش ندهن به لعبات تاعي من فوق في الاخر بصح نسيتها الله غالب ما عليش مكاش مشكل هكذا وجات بيضة تاعنا بزاف خفيفة ثانية نخليها هكذا والصير تحال النجاح هذي العدينا كامل هو انك تخليها شوية طرية وتولي تعجنها قس برك زوجت قايق برك هكا في البرونت تخافي حاولوا تلموها وتعجنوها غير شوية طقيقة تكفيش كوا باش تجيكم بزاف بزاف خفيفة انباتك تحلوها فلا انا نخليها هكا طرية حوالي ساعة حسب الحرارة على المطبخ ونخليوها تضعف شوية الحجم تاحها ونكملو ندروها كيف كيف هنا بعد ما اتضعف الحجم تاحها نقسمها على زوج بس كدرت كمية شوية صغيرة الكاس تاعي كان شوية صغير خرجني هذي الكمية بصح انتم او لا حبيتوا تدرو كمية اكبر من هذي ما عليكم غير ضعفوا المقادير ولا تستعملوا كاس شوية كبير باش يجيكم الكمية زكية على هذي نعاون روح يباك بشية فارينا ونسي نقسمها ونبدأ نخدم فيها والسر الثاني باش تنجح معكم في البيتزا تاعكم كدوك تنحيوها من التخمار اللول خليوها قسموها برك على حسب البيتزا اللي حبيتوها زوج ولا ثلاثة انتم والكمية اللي درتوها ونجمحها شوية ونعاود نخليها تريح حوالي خمسة حتى العشرة دقائق برك قسمة نوجد واش ندير فوق البيتزا ملاقا نيتشو هدا مكان دوك نغطيها نخليها تريح شوية ونولي نخدمها كيف كيف السر الكامل باش تجيكم بيزا طرية وخفيفة وهشيشة هكدايا لازم كيتحلوها متحلوهاش بالحلال انا واحدة جامل حليت البيتزا تاعي بالحلال نحلها دايما بهات الطريقة ننسيه نبدأ في الوسط حتى نروح كامل للطرف وهذاك الطرف ننسيه ما نمسوش كامل ما نعبصش عليه باش يقعد هكاك حاكم الفورمات ومامتو ما يجيش مع الجن يجي هكدا هايل هايل جيكم البيتزا خير من اللي تشريوها تاكلوها برا والواحد ما كاش كما هو يدير حاجته في الدار نقية وعلى بل كوش دار فيها واش بواش خدمها وكلوش ماشي كما المكلاب بطع برا ديفوه ماشي نقية ديفوه ما يغسلوش يديهم رب يسامحوا مالا على هات الشي كامل بس كما توكل الناس نرمال ومسؤولية المينموم واحد يغسل يدي قبل ما يبدأ اهنا باش ندير لاصوس طواتانا ما درتهاش كانت واجدة فالدار ما كسرش بزا فراسين ما عليش قبلوها مني وفيس ما كانش عندي طواتيش فالدار كانت هذي قلتو علاش لا لا صافي لا فاق انتوما سهلا مهلا ولا حبيتوها تديروها فالدار كايني نديرو ست اعلان فيني في اليوتيوب بطواتيش شوية ثوم شوية بصل تخليوهم يطيبو ترحيوهم وديرو بير كوهم شوية زيترا شوية ليزيباس لتحبوهم ولا سيبالا بايزيباس لديكم ما شاء الله اهنا كيما تشوفو دار طغير الفرماج هادا دار شوية فرماج غابي هكذا من الفوق كيما حبيتو تقطرو ولا تنقصو ولا تحبو المودزغلة دي بزاف هايلا بلا مودزغلة تاني لابيزا تاعكم هكذا يا ونزيد لها برك هكا شوية زيتون ونحتها تطيب في الفوق ودي بزاف هايلا الهيك خدرت شوية طون بسح ما نديروش دوكا نخليهم بعد كيت نحيها من الفوق نديرها باش ما يبسش معي ويجيش محروق وكيدواها في الفور ديروها على درجة تكون عالية بزاف بزاف و باش ما تدلكمش الوقت وكيدوا خرجوها جي بزاف طرية ما جيش يبسه ما يشربهاش كامل الفوق تاعكم هانا بسم الله ما شاء الله البيزا تاعنا راهي واجدا وجات تشاهي 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 بزاف بزاف هايلا راني دات فيها على فارين كمبلات هذه الفارينة الكامية بصح جات بها بتاني مليحة جات منفخة جات هايلا هايلا ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة بس كوصفة بزاف هايلا وعلى بالي لكم تجربوها تعجبكم بزاف 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 وبيانسور ما تنسوني شبجة بها كان يكون على بالي بلي عجباتكم الوصفة تاع البيتزا تاع اليوم وربي خليكم ان شاء الله هنا حبيت نوريها لكم بعن قرب شوية باش شوفوها كيف شجات شوفو طلاوتها تجيب بزاف طرية كيما قلت لكم وبيانسور نقسم لكم باش شوفوها كيف شجتنا من الداخل وقعدوا معي ان شاء الله وشوفو البيتزا تاعنا جي بسم الله ما شاء الله طرية طيبة مقر مشاو طرية ومامتون ما جيش هاديك اليابسة ولا شوفو كتمسيها بزاف طرية وشاهدكم ان شاء الله في الجنة ليش حبيت تاكل هاد البيتزا ما عليها غير تشمر على دريها تحضرها لنا وتشارك معنا كيف شجتها ان شاء الله تنجحو كامل فيها خياتي بصحتكم ولسيتوها لابنس يعطيكم الصحة موسيقى هنا بعد ما كملنا كامل في طرنا جيت هنا للسالون باش نوجد اللي لسون تار عربية اللي ندرهم لولادة نوجد كوش هاكا واحدة ان بعد نعيط لهم غير هما يخدمون ونشوفوش يخدمو بيانشور نشد بعيزمبل الحروف اه انا بديتكوش بالتاحت تقولي جامعة والعربية هاكا كخير قد باش لالنبو تاو طالع تسويت يفوت على هاد نفوتو حاجة واحدة اخرى لي ما زال ما فهمش هاكا اني يتعلم كلش بالتاحت هاكا خير ليهم وليا باش نشوف المستوى التاحهم اهنا نكتبو كامل حرف كل سمنا نديرو حرف وممتون نديرو الكلمات ولا حفيز عندهما علاقة بهذاك الحرف وكامل وهذاك الكلمات كامل اللي درناهم نقولهم يكتبوها لي بالفرنسية باش هاكا على بل بلي فهموها وممتون باش يحفظوهم باكا وهكا شوية شوية احتيت اللي ان شاء الله العربية كما حبيتنا ولهنا نقول لكم يعطيكم الصحة عن المشاهدة ان شاء الله هالفيديو تاالي يمجدكم خفيفة ذريفة على قلبكم انتمنى انتلاقاكم في فيديوها جاية ان شاء الله وما تنسوا ش دارولي جام وتعليق تعليق بعكم التضروري وله كان نقطة باش هاكا نطلعو كشوية القناة بتاعنا انتمنى كامل اللي شاف الفيديو ودرلي لها الو كان نقطة ماشية تعليق كبير معلش نقل لكم تلقى في فيديو جاي إن شاء الله مع السلامة